مرحبا في مي كيشن عندما نعطي مدل إيسترين كوكينغ إلى أمريكا أرحب بكم برنامجنا هذا ساميرا سكيشن وأقدم لكم أحلى وألذي الوصفات أرجو أن تنال إعجابكم برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفات مختلفة لمناسبة حلول عيد الميلاد كريسمس برنامجنا اليوم رح أسوي لكم هذه الوصفات خبس على الطريقة السويدية سويديش برد خبس الموز والجوز بانانا نت برد كيك البرتقال والتين المجفف اورنج فج كيك كيك الفستق والكرس بستاشيو تشيري كيك رح نبدي برنامجنا اليوم بتحذير خبس على الطريقة السويدية سوف نبدو بتحضير حول ن littسوير برنامجنا اليوم بمنامجنا اليوم برنامجنا التحذير نبدو برنامجنا اليوم لنظر هذه الموز وزيئين واحد ملعقة طعام هيل مطحون نصف ملعقة كوب ملح ثلاثة اربع كوب حليب دافئ ثلاثة اربع كوب واحد ونصف قطع زبط مذاب ثلاثة اربع كوب قشمش اصفر ثلاثة اربع كوب قشمش احمر ثلاثة اربع كوب مش مش مجفف مفروم ثلاثة اربع كوب قشر ليمون محلة quarter cup candied orange peel ربع كوب قشر برتقال محلة zest of two lemons grated قشر اثنين ليمون مبروش half cup cognac نصف كوب cognac half cup almonds chopped نصف كوب لوز مكسر ثلاثة اربع كوب سكر مسحوق للتزيين for the glaze one cup powdered sugar واحد كوب سكر مسحوق two tablespoons lemon juice 2 ملاعق عصير ليمون لتحذير العجين نضيف الماء الدافئ إلى إيناق العجن ونرش على الخميرة الجافة نضيف الماء الدافئ إلى إيناق العجن ونرش على الخميرة الجافة نتركه لمدة خمس دقائق نضيف الماء الدافئ إلى إيناق العجن نضيف الماء الدافئ إلى إيناق العجن في التوقع الم vont دع الأفئ إلى إيناق العجن نضيف dio لاثمان نضيف الزجاج إلى التحين نضيف الاس ملع where we will add salt المuh and then the ground cardamomo وإلبج المطحون we will mix until everything is nicely mix and in the meantime we will have all our fruits the dried fruits mixed in a bowl like this we will add the golden raisins رح نخلط نوعين القشمش الأصفر والأحمر المشمش المجفف We'll add the dried apricot, chopped dry apricot We will add the candied lemon peel قشر الليمون المحلى Candied orange peel قشر البرتقال المحلى And then the almonds اللوز اللي طبعا اللي هو المقشر These are all the ingredients that we need Slowly, we will add the flour to the mixing bowl تدريجيا راح نبدي بإضافة خليط الطحين إلى إناء العجن سوف نستخدم المنزل كشر المنزل سوف نضغط الكشف للمنزل وضع الكثير من أشياء هذا النوع هذا النوع من الخبز دائما يعمل في موسم عياد الميلاد كل شيء يكون ويا شاي أو قهوة الصباح في يوم صباح عيد الميلاد حجم لك أفضل الآن نضغط النقاق من ما تريد الكبير لأنه لا تريد أن تضغط النقاق يمكنك إضافة أورنجة أو أورنجة أو أورنجة أو أورنجة أورنجة أو أي أورنجة التي تريدون. لكن بعد ذلك، إنه خرسماس. وليس بخير. أعتقد أنه مجرد. لأي سبب من الأسباب إذا لم تردون تستعملون الكونيك اللي هو طبعاً كحول، تقدرون تبدلون أو تضيفون. مكان الكونيك يضيفون عصير كرتقال، عصير طفاحة، أو أي شيء آخر. إذا لم يعجبكم تستعملون كحول. لذلك سوف نستعمل المحضة. وآن سوف نضيف جميع المحضة المحضة والمحضة إلى المحضة. سوف نضيف خليط الفواكه الجافة واللوس إلى العجين. نضيف خليط الفواكه المجفة. ونضيف خليط الفواكه في الحصول. ونضيف بخلط الفواكه المجفة. لا نريد أن نسخة المواد أو المصدرات أو المصدرات التي نستخدمها سوف نقوم بإمكانك أن كل مواد جيدة نتأكد بأن كل هذه المواد انخلطت كل الزين و العجين جميلة هنا لدينا مصدر مصدر بشكل مصدر أنا عندي كاسة جاجية طبعا دهنتها بالزبط سوف نستخدم العجين إلى المصدرات سوف نحول العجين إلى الكاسة اللي حضرناها مرحبا رائحة إلى درجة طيبة وهو مصدر و هذا ما نريد العجينة مو كلش طبعا متماسك إياها بس مو قلينا إياها و هذا ما نريدها سوف نغطيها بس مصدرات بلاستيك و قطعة بلاستيك راح نغطيها بقطعة بلاستيك و قطعة قماش و راح نتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة على الأقل ساعتين سوف نغطيها بس مصدرات حتى تختمر لمدة ساعتين و سوف نغطيها بس مصدرات و سوف نغطيها بس مصدرات حتى تختمر لمدة ساعتين ما تجد تحديث حتى تبدأ المستدرات و سوف نغطيها بس شمترات حتى تختار نظره و دعنها بس مصدرات و سوف نغطيها بس مصدرات والتجد لاستخدم و سوف نغطيها و سوف نغطيها من الوصول قسمنا العجيم إلى قسمين طبعاً تركنا ده يختمر لمدة ساعتين في مكان دافئ وهسا راح نقسمه إلى قسمين نحن نقسمه إلى قسمين نحن يمكننا استخدام هذا القسم على صفحة مباشرة أو نحن يمكننا استخدام هذا مباشرة لن تجعلنا نظيف مباشرة نحن نصف العجين وراء ما شكلناه على شكل سطواني في صينية عليها باستخدام ورح نستعمل قلب مثل هذا حتى يطلع ينطينا الديزاين كل شيء سوف نتخلق هذا إلى مباشرة سوف نقسمه إلى أقسم أصغر سوف نقسمه إلى أقسم أصغر سوف نقسم أصغر ستة أقسام متساوية نضعها إلى الملت نضع العجين بالقلب اللي حضرناه ستكون جميلة ستكون جميلة ستكون جميلة ستكون جميلة ستكون جميلة نضعها بقليل من الزبت ونغطيه بقطعة قماش and then the kitchen towel and we will set it in a warm place to rise again for another hour and a half to two ورح نتركه في مكان دافئ حتى يختمر مرة أخرى لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل تركنا خبس اللي طبعاً سويناه على الطريقة السويدية وراء مقطعناه وصفيناه في القوالب حتى يختمر مرة أخرى لمدة ساعتين هسا رح نبدي بطبخ الخبس حمينا الفرن 350 ديجريز it's time for us to bake the bread the Swedish bread we preheated the oven 350 ديجريز and we will bake it for 20 to 25 minutes رح نطبخه لمدة 20 إلى 25 دقيقة our bread look how beautiful it looks of course these are much smaller so they cook faster so we will remove them from the oven they're nice and golden and I believe we will leave this to bake for another 5 minutes so we will prepare the glaze here we have one cup of powdered sugar we will prepare the glaze here we have one cup of powdered sugar and to this we will add 2 tablespoons of lemon juice we will add 2 tablespoons of lemon juice we will add 2 tablespoons of lemon juice and we will whisk until nicely blended we will add 2 tablespoons of lemon juice we will add 2 tablespoons of lemon juice and nice and creamy look how beautiful and glossy you can serve this kind of bread just the way it is or you can of course decorate it or garnish it with the glaze or the powdered sugar you can of course decorate it we will add 2 tablespoons of starch and introduce ourgetta and then add 1 teaspoon of lemon juice into how warm it is or you can just use powdered sugar or you can just use powdered sugar so we are going to I think just dust the small ones with powdered sugar we will add 3 tablespoons of lemon juice سوف نضيف قليل من الحلا ثم سوف نضيف القليل من الحلا سوف نضيف القليل من الحلا سوف نضيف القليل من الحلا الآن الخبز حضرنا حتى نقدم سوف نبدأ بتحضير الخبز الموز والجوز بعد الفاصل لجلسة نصيف القليل من الصحوبي سوف نضيف القليل من الرمال يمكنك فعله على اسمي او من العلوم نضيف الخبز والجوز Now it's time for us to prepare the banana nut bread. For this recipe we need these ingredients. 1 teaspoon fresh lemon juice 1 ml. cup of lemon 1 teaspoon vanilla 1.5 ml. cup of vanilla 2 cups of bread flour 2 cup of salt 1 teaspoon baking powder 1.5 ml. cup of baking powder 1 teaspoon baking soda 1.5 ml. cup of baking soda 1.5 teaspoon salt 1.5 ml. cup of milk 2 cups of chopped walnuts 2.5 ml. cup of juice For the glaze 1 cup powdered sugar 1.5 ml. cup of sugar 4 cup of orange juice 4.5 ml. cup of baking soda 1.5 ml. cup of baking soda 1.5 ml. cup of baking soda To start preparing the banana nut bread Wahrونا ايضا من للغذر أعتبرust من القائمة 一auraisًاو观수 1.5 ml. cup of baking soda 2.13 ml. cup of baking soda 3.¥ 1.5 ml. cup of baking soda 1.5 ml. cup of baking soda 1.5 ml. cup of baking soda 1. daring cup of baking soda راح نضيف السكر and we will whisk in the meantime I will mash the bananas راح اهرس الموز we are using right bananas then استعمل موز يكون لاحق كلش راح اضيف ملعقة طعام or ملعقة كوب من عصير الليمون to prevent it from changing color حتى نتأكد بأنه ما راح يتغير لونه and I will use the masher to mash the bananas راح اهرس الموز بهذا التول the masher so easy now we will add the eggs and we will add the mash bananas we will add the vanilla and we will add the mash and we will add the mash and we will add the mash ingredients ready راح نحضر المواد الجافة اللي هي الطحين baking soda baking powder and salt we are mixing all the dry ingredients together the flour baking soda baking powder and the salt gradually we will add the flour mixture bit to add the flour and we will add the flour and salt and salt and salt and salt and salt and salt the mixture is nicely مضحة جيدة كل موادن خلطت كل الزين سوف نترك الناس ونحن نتغيب ونحن نتغيب الضوء يستعمل قلب او لكي تستعمل او لكي تستعمل قلب لأنه يكون شجرة عيد الميلاد لانه تستعمل قلب اذا لم تعدكم تستعملوا اي قلب اخر اي برشتت بقليل من الزبت ونحن نتغيب بقليل من الزبت ونحن نتغيب رشينا قليل من الطحين على القالب نتأكد بانه خليط الكيك مراحي لزق على اناء اللي راح نطبخ خبز خطوة مهمة اياها دائما نحاول ان نسويها نتأكد بانه نتخلص من اي كمية الطحين تكون زايدة بالقالب انا على الجوز نستطيع العمل والمقصر ونضيف الجوز ونضيف الجوز ونضيف الالتجوز ثم نتغيب لنضيف الهاتف ونضيف الالتجوز ونضيف الالتجوز ونحن نضيف نتخلص بانه الجوز راح ينخلط كل الزين ويا خليط الموز ويا الطحين ويا كل الاشياء الاخرى اللي طبعا خلطنا وياها and now we will transfer the batter to the prepared pan راح نضيف الخليط كله الى الاناء اللي حضرنا just like that the waterfall will spread it evenly لتأكد بانه كل الخليط راح يتوزع بالتساوي في القالب اللي حضرنا we will just try to make sure there are no air bubbles in the mold just knock it نحاول and نتخلص من كل الفقاعات اللي تكون موجودة بالكيك perfect and now the bread is ready for us to bake هس القالب الخبز حضر الناحطن تطبخة بالفرن we preheated the oven 350 degrees حمينا الفرن 350 راح نطبخ خبز الموز والجوز بالفرن لمدة 50 الى 60 دقيقة we will bake the banana nut bread for 50 to 60 minutes until next little we'll check on the banana nut bread we baked it for 57 minutes طبخنا خبز الموز والجوز لمدة 57 دقيقة we'll check it to see if it's done the wooden score comes out clean that means it's cooked عودة الخشبية طبعا تكون نظيفة معناها مطبوخية we will remove it from the oven and set it on the side for a minute or two now it's time for us to flip the bread in the serving plate that we are using we'll put the qubz on the cindy which we're going to do with it look how gorgeous beautiful it looks amazing and now we will make the glaze that we will of course design the bread with first of all here i have the powdered sugar we will add it in a bowl like this to this i will add a zest of one orange ضفنا السكر المسحوق في إناء مثل هذا راح نبرش قشر البرتقال حتى نضيف طبعا نكهة كلش طيبة لهذا النوع من الخبز راح نحصل على عصير and now we will extract the juice from the orange لحصل على عصير برتقال نحتاج ربع كوب من عصير البرتقال فقط. So just have orange be enough and slowly we will add it to the powdered sugar and we will mix. We will mix. Look how nice and creamy the glaze is. Beautiful. We will drizzle it over the banana nut bread. We will add some flavor and it's gonna make it look so nice. We will add some flavor and add some flavor. We will add some flavor and add some flavor. We will add some flavor. To order my cookbooks. Treasure Middle Eastern cookbook. A baking journey. You can order through my email. Or you can order from Amazon. Or you can find them at Ashtar Market. We will add some flavor. Now it's time for us to prepare the orange and dried fig cake. For this recipe we need these ingredients. 1 cup dried figs finally chopped. 1 cup tea مجفف مفروم. 1 cup water. 1 cup ماء. 4 to 5 oranges. 4 to 5 oranges. 4 cups sugar. 4 cups sugar. 3 cups flour. 3 cups. 1 teaspoon ground cinnamon. واحد ملعقة كوب دارسين مطحون نصف ملعقة كوب كبابة مطحونة نصف ملعقة كوب قرنفل مطحون واحد ونصف ملعقة كوب بيكينج صودة واحد ملعقة كوب ملح واحد ونصف ثلاثة قطع زبط مذاب اربعة بيث ثلاثة اربعة كوب حليب واحد ملعقة كوب بيكينج حتى نبري بتحضير هذا الكيك اول شي رح نسوي القطع او شرائح البرتقال المحلة فرح نبدي اول شي نضيف نصف كوب ماء اضفنا نصف كوب ماء وكوبين سكر الى قدر مثل هذا ونح نتركه الى ان يذوب الشكر ونقذها بحضل فى الحجرة حتى زبط المغط حين او ماء لعزة الناس حتى نضيف نصف كوب ماء الى قليل تفوض لحنا نتركه لمدة 6 الى 8 ساعات أو حتى طول الليل حتى يتنقع كل الثاني سوف نضع هذا على الجانب ثم سلسل الورانجز ستنقص البرتقال إلى شرائح رقيقة كلش راح نخلي القشر على الحلقات راح نقشر البرتقال حتى يضيف نكهة كلش طيبة راح نضيف حلقات البرتقال إلى خليط السكر والماء راح نتركه على نار هذا حتى تنطبخه النار متوسطة لمدة 20 إلى 25 دقيقة إلى أن تتحول الحلقات البرتقال على شكل مباشرة المربى البرتقال الورانجز ستنقص البرتقال ستنقص البرتقال من المربى أو من السيرب ونحاول أن نتخلص من أي شيرة اللي باقية ونحن نضيف حلقات البرتقال ونحن نترك المربى البرتقال راح نحتفظ بالشيرة المتبقية حتى نضيفها فوق الكيك وراء ما ينطبخ حتى نضيف نكهة أكثر طيبة ستنقص البرتقال لتنقص البرتقال لتنقص البرتقال لتنقص البرتقال ستنقص البرتقال ستنقص البرتقال سنضيف المواد الجافة كلها إلى إناء العجن الطحين الطحين دارسين قرمفل كبابة بيكينج صودا والملح طفنا كل المواد الجافة إلى إناء العجن نضيفها بإتصار أن كل شيء جميل سنضيف نضيف السكر المتبقي ثم نضيف السكر ثم نضيف السكر نضيف زبط المداب الملك الحليب فانيلا ضيف الفانيلا الملك الحليب تحضي البيض رجال أستمر بخفا الم reflect الخليب سيضغط الثاني اضع الخليب طبعاً تركنا التين المجفف منقع ويا الماء لمدة 6 ساعات نضيف التين المجفف المنقع مع الماء اللي موجود بيا ويا الشغف نتواتي ويا الملزم ويا مزيدة نخلط عالا كل الهزين لتأكد بأنه كل الخليط متجانسية ويا الوقت بهظمان مع السحن الطريق أنا أضع السحر المنطقة للحظة دهنت القلب قليل من الهابط أضع لدينا مصرحة 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 وأضع ذلك أيضا سأقوم بتحضير المصرحة نصف حلقات البرتقال في قعر القالب سأضع لدينا مصرحة سوف نضع البرتقال نصف حلقات البرتقال طقال and we always knock to get rid of any air bubbles. تخلص من أي فقاعات من الهواء اللي موجودة الكيك حاضر حتى نشوي بفرن. We preheated the oven 350 degrees. حمينا الفرن 350. We'll bake the cake in the oven for 30 to 35 minutes. We'll bake the cake in the oven for 30 to 35 minutes. We'll check on the cake. It's been baking for 40 minutes. It's clean. So that means the cake is done. We'll check it on the side for a few minutes to cool off before serving it. Now we will insert a tray like this and we will flip the cake. We will remove it. We will remove the parchment paper. Look how beautiful and gorgeous this cake is. And now immediately we will pour the syrup that we left over the cake. And now immediately we will pour the syrup that we left over the cake. And now we are going to put the cake in the oven for the cake. Beautiful. Now the cake is ready to be served. 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 Looks beautiful. رح نبدي بتحضير كيك الفستق والكرس بعد الفاصل To order my cookbooks مختارات من فنون الطبخ Treasured Middle Eastern cookbook A baking journey You can order through my email estchola11 at yahoo.com or you can order from amazon.com or you can find them at a star market هسه رح نبدي بتحضير كيك الفستق والكرس Now it's time for us to prepare the pistachio cherry cake For this recipe we need these ingredients For the cake part We need 3 cups cake flour 3 cup tahine cake 2 teaspoons baking powder 2 ml cup baking powder 1 teaspoon baking soda 1 ml cup baking soda 1 teaspoon salt 1.5 ml cup milah 6 eggs 6 bave 1 cup sugar 1 cup cup 1 cup cup 3 quarter cup 3 quarter cup vegetable oil 3-4 cup 3-4 cup 2 teaspoon vanilla 2 ml cup vanilla كل واحدة من عدة 15 و 25 علب كرس معلب مع الشيرة واحد ونصف كوب فستق مكسر نحتاج 1.5 كوب محلول الكرس 1.5 كوب محلول كرس 2 ملاق طعام نشا 3.5 كوب كريم 3.5 كوب محلول كرس 3.5 كوب سكر مسحوق 1 تسبون فانيلا 1 ملعقة كوب فانيلا 1.5 كوب ملعقة كبل نروح طبعا نسوي لنا طلعة خاصة حتى نشتري طحين الكيك سوف نبدأ بإضافة 2 طحين طحين لتحضير كل كوب من الطحين نحتاج ملعقتين من طعام من النشا ورح نملي الكوب بالطحين العادي نضع 2 طبعا نسوي ثم نملي الكوب من طحين الكيك ثم نملي الكوب من طحين الكيك نحتاج 3 كوب من طحين الكيك لهذه الوصفة من الكيك نملي الكوب من الطحين الهرب بانترى يجب أن تحضير الوصفة من الطحين and we need one more نحتاج كوب آخر very easy to prepare and it's very cheap to make it yourself perfect and now we have three cups of cake flour in the bowl here to this we will add the salt we are getting all the dry ingredients ready in the bowl we will add the baking soda and the baking powder we will drain the cherry from the syrup we will drain the cherry from the syrup we will drain it making sure all the liquid is completely drained just like that and now it's time for us to start the cake mixture first of all we will start with the eggs we will crack the eggs one at a time and we'll go in a bowl of an electric mixer we need six eggs نحتاج ستة بيض لهادي الوصفة نضيفها إلى إنا العجل هذا الكيك رح يكون طبعا كلش طيب ومميز نضيفها إلى الكريسماس لعيد الميلاد وطبعا راس السنة إذا عجبكم تسووا مرة أخرى منظرها كلش حلو طعم رح يكون كلش طيب الزائق نضيفها إلى أجهد الزائق نضيفة الأجهد الزائق وطبعا الزائق جيد المصدر لح نضيف البانيلا and the oil لح نضيف الزيت and then slowly we'll add the flour mixture لح نضيف خليط الطحين تدريجيا لح نضيف البانيلا هنا لدينا جميع الماء من الكرس المعلب ونحن نفرم الكرس خشن تقريبا نقص نصفيا نحن نضيف الكرس نضيف الكرس نضيف الكرس نضيف الكرس نضيف الكرس وراح طبعا نزين الكايك بي النصف الكوب المتبقي الاخر we will fold we'll mix nicely look how beautiful these are beautiful Christmas colors the green and the red and that's why this cake is so festive and it's so beautiful to make it for Christmas شوفون الوان الخضره وي الحمره طبعا هي الوان اللي هي �흨 طبعا معروفه بوقت الكريسمس هي ألوان طبعا معروفة بوقت الكريسمس هذا الكيك مو بس راح يكون طيب راح يكون منظرة كلش حلو وراح يكون بورفكت إلى طبعا عيد الميلاد اللي هو الكريسمس now here we have a pyrex we will bake this cake in pyrex because we are not flipping the cake ما راح نقلب الكيك فما راح نقلب الكيك لأن نستعمل قلب للكيك راح نطبخه ببايركس مثل هذا طبعا دهن القلب بقليل من الزبت we buttered the pyrex dish with some butter and now we will pour the batter into the prepared pan beautiful smells really really good and it is amazing and now the cake is ready to go in the oven to bake هسا الكيك حاضر إنا حتى نخليه بالفرن ويلطق we preheated the oven 350 degrees حمينا الفرن 350 we will bake the cake in the oven for 30 to 40 minutes راح نطبخ الكيك بالفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة إلى أن ينضج we will check on the cake راح نشيك على الكيك اللي طبعا تركنا دهن طبخ 35 دقيقة we baked it for 35 minutes and of course we will check by inserting a wooden score it comes out clean that means the cake is done نخلي عودة خشبية مثل هذه إذا طلعت نظيفة معناها الكيك مطبوخية so طلعت نظيفة we will remove it from the oven and set it on the side to cool completely لتركه إلى أن يبرد تماما while we are waiting for the cake to cool off and we will prepare the syrup that goes on the top of the cake راح نحضر الشيرة اللي راح تروح فوق الكيك so here we will add the reserved liquid from the cherries راح نضيف المحلول اللي طبعا حصلنا من الكرس المعلب we will add the sugar ضفنا السكر and then the corn starch نضيف النشا we will whisk until everything is nicely dissolved and thick syrup راح نحرك إلى أن يذوب السكر وينشا و راح نحصل على محلول أو شيرة ثخينة now the syrup is nice and thick of course we were whisking constantly تركنا الشيرة حتى تضخن مع التحريك المستمر and it's nice and thick صارت تخينة كلش we will set it on the side to cool completely راح نتركها إلى أن تبرد تماما قبل ما نبرشها على الكيك we will set it to cool completely before brushing it on the cake perfect الكيك طبعا تركنا حتى يبرد والصوص الشيرة اللي سويناها تركنا حتى تبرد the cake is nice and cool and the syrup is nice and cool now it's time for us to brush the cake with the syrup so first of all I'm gonna make some holes on top of the cake some indentation using a wooden of course stick like this one باستعمال عودة خشبية مثل هذه راح نعمل حفر على الكيك so we will make about indentation about an inch apart all over the cake making sure the syrup will absorb through the entire cake نتأكد بأنه الشيرة راح تتسرب إلى كل الكيك to give it that amazing flavor and texture حتى تنطي طعم كلش طيب لهذا النوع من الكيك perfect and now we will brush the entire surface of the cake with the syrup that we made راح ندهن الكيك كله بالشيرة اللي سويناها making sure everything is nicely covered نتأكد بأنه كل طبعا الحفر اللي سويناها راح تتغطى ندهن الكيك كله راح يتشبع بهذي الشيرة now we will set it on the side to cool completely before adding the frosting راح نتركه حتى يبرد تماما قبل ما نخلي تلبيسة الكيك عبي the cake is nice and cold of course we left it in the fridge for about couple hours الكيك كلش باردية قبل ما نبدي طبعا نتأكد بأنه يكون كلش بارد قبل ما نبدي تحضير التلبيسة it's very important that the cake is very cold before we start preparing the frosting so here in a mixing bowl I will add the heavy whipping cream راح نضيف الكريم الى عنا الخفق و راح نخفق and to this I will add the powdered sugar راح نضيف السكر المسحوق and the vanilla and we will whisk until stiff peaks form until it forms into a thick frosting look how beautiful the whipped cream is the frosting when it doesn't fall that means it's nice and thick شوفون شوف تخين صار الكريم looks beautiful it's gonna make a beautiful frosting for the cake now we will add the frosting to the cake we are using the whole thing نستعمل كل الكمية اللي سويناها perfect we spread it evenly and we will add the cake from the top and we will add the cake and we are using the cake to the cake we will be using the cream the cake is beautifully frosted الأخير من الأخير يجب أن نضيفه بالكاكسر سنزين الكاك بقليل من الفستق المكسر استعملنا الفستق بداخل الكاك فرح نزين الكاك بالفستق المكسر سنزين الكاك سنزين الكاك سنزين الكاك سنزين الكاك حاضرية حتى نقدمه هذا هو م adapting لنا لتحدثة الكلام ممتازة نقوم بالفاعل ميزين الكاك سنزين الكاك شكرا لكم في المتابعتكم في برنامجنا اليوم ساميرا سكتشن برنامجنا اليوم سوينا وصفات مختلفة بمناسبة عيد الميلاد المجيد كرسمس برنامجنا اليوم سوينا هذه الوصفات سوينا كيك البرتقال والتين المجفف سوينا كيك الفستق والكرس سوينا خبس على الطريقة السويدية وسوينا خبس الموز والجوس في اليوم نجعل هذه الريسيبات نجعل كيك أورنج و كيك نجعل كيك بستاشيو و كيك نجعل كيك سويدش برد و بانانا نت برد ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات لبذ و اطيب يمكنك مشاهدة برنامج ساميرا سكتشن على قناة M.E.A و اذا عادكم اي حلقة من الحلقات اللي فاتتكم just go to my youtube channel ساميرا سكتشن and we see you next time with more exotic dishes from the middle east Merry Christmas To order my cookbooks مختارات من فنون الطبخ treasured middle eastern cookbook a baking journey you can order through my email www.cholagh11.yahoo.com or you can order from amazon.com or you can find them at Ashtar Market yeah you you you